السلام عليكم اخباركم يا جماعة وحشيني جدا معكم علي من نيويورك النهاردة هنعمل مع بعض القرس الجميلة دي قرس السكر بالسمسم روعة 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 سهلة جدا وقد ايه بسيطة وبامكانيات بسيطة جدا موجودة عندك في البيت ممكن تعمليها دلوقتي حالا لو نبسك راح يطلعها زي ما انا عملت معايا بالزبط الحين ماخدتش وقت والجو يعني كان مناسبة عندي النهاردة يعني تبارك الله فعملتها بسرعة خلينا الاول نقول لو اي حد بيزور القناة وعجبوا الفيديو ما ينساش يدوس على كلمة اشتراك وهيزهر بعد كده اي جرس بيضغط علي بكده اي فيديو من الفيديوهاتي لما بعملها بيوصل لكم ان شاء الله شكرا الناس الحلوة قوي قوي لو معايا في القناة وتشجعني ودائما تحطيلي لايك وتحطيلي كومنتات هائلة جدا جدا وحيئ انا متشكيرة جدا يا جماعة والله بحبكم في الله هنبتدي وهسيب لكم معدير جوا سندور وصف انا استخدمت زبدة صفرة فاليد عايزة يعمل زيه وكيه مفيش مشكلة بس انا متهيالي هي محتاجة انك تحطي جزء من الزيت وجزء من السمن العادي انا ما باستخدمش غير زبدة اول هو السمن البلدي فانا دفت زبدة دي فهتبقى لونها اللون اصفر شوية عشان الزبدة نزلت بالزبدة بتحتي وحطيت عليها السكر وبعدين هنزل بالخميرة بتحتي عندي بيكينج سودة هحط ربع معلية بيكينج سودة هسيبي المقادير كلها في صندور وصف ان شاء الله بيكينج سودة بتبقى حلو عوي لو مش عايزة تحتيها ما فيش مشكلة انتي حطيتي الخميرة وهبتدي انزل بالمكونات بتاحتي حاجة ورد تانية معاكم وان شاء الله هتعجبكو هتبقى سهلة لانها فعلا ما خدتش وقت مني وخالص يعني انا مش عارفة انا ازاي كنت نسيها حاية طعمها مش عايزة اقولكو يعني وانا بعمل تستي معاكم كل اللي كسرتو ده يعني انا مش عارفة مش عارفة اجيب مكان من فين اكله حاية طبارك الله جميلة جدا قدقيها رحيتها حلوة قوي قوي فعلا رحيتها هايلة السمسي معايا من ريحة جبارة فيها وكمان هعملها بتلات حشوات هتشوفها معايا كل واحدة بالحشوة بتاعتها ليها طعم مختلف هنا بدوب انا هنزل برشة ملح اللح الملح ده مشديد شوية فانا هاخد جزء بسيط انتي محتاجة ربع مالاية ملح عكميتي دي لانا حطتها بعد ما نزلت بالدقيق والسكر بتاعي والخميرة والبيكنجي سودا ونزلت بالملح خليتوا ان الماكانة تمشي عليهم يعني تخلي دقيق يمشي مع اسمه مع الزبدة يبقى كله مع بعض تناعامه اسمها 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 مع قرص النواعم دي فحبيت ان انا امشيها لحد ما فعلا شربت الدقيق شرب من السمن وبعدين ابتديت انزل باللبن بتاعي بالتدريق اسلم حاجة لاي وصفة دايما في كل فيديو بقول اي لبن او مية تنزلي بي على الدقيق لازم تنزلي بالتدريق عشان تبيعارفة هتحطي كميه ادي او ادي بتاعك هيقبل ادي والعجينة بتاعتي لمت معايا تبارك الله وبقت زي الفل حلوة اوي 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 دي النتيجة لانا عايزها خطوكو معايا اشتغلنا على مراحل العجين خطوة خطوة دا شكلها النهائي ما بتلزقش في الايد حلوة تبارك الله اول ما تحطي صبعك وتحسين صبعك نزل فيها كده ولقيتشها النعمة معاك تعرف ان هي كويسة جدا بتغطي عليها وبتسيبيها بقى ترتاح شوية وبعدين ترجع تشتغلي عليها هنا سبتها حوالي اربعين ديعة او اقل ورجعت اشتغلت عليها حقيقة مريحة يما في هالشغل خالص خالص اسهل حاجة يعني انا شفتها جبت عندي نص كوباية سكر هنزل عليها بمعلقة دقيق عشان لما اجي حطاها في النص احط السكر ديها هتبقى اوي الحشوة اما اجي ادخل بالحشوة بنزل الحشوة بتاعتي جوه اللي هي القرصية دي السكر يبوش مع الدقيق وفي نفس الوقت يعمل يخلي اسمها يبرد انا اسفية القرصية يعني انا بتلغبط من كتر ما بفضل اتكلم هنا شوية عربي وهنا شوية انجليزي فيعني ساعة بفصل كده فسمحوني بنزل بجوز طبعا انا ماليش في السكر قوي عشان تبقوا عارفين فبنزل بجوز اللي يناسبني انتوا بقى براحتكم المهم وانتوا بتحطوا السكر لازم تسيبوا عجين كفاية عشان تقدروا تقفلوها وما يخرجش من القرصة تمام عشان ما تسيحش في الاسماء في الصينية وبعدين لو السكر اتحرق جوه الصينية وهو جوه الفرن هيعمل بخار وممكن يعمل حريقها فدي خطوة مهمة قوي قوي لازم تخلي بالك منها واتغط عليها بالشكل ده عشان اتأكد ان السكر اتوزع في كل القرص من جوه على قد ما تقدري انا حاولت ان انا خليم كلهم يعني كله اقدي بعض على قد ما اقدر في ناس بتعمل مقاس اكبر في ناس بتعمل اصغر يعني ده المقاس اللي انا يعني ارتحت له في النهاية يعني وعملته وكمان ما خدش مني وقت دايما هقول ما خدش مني وقت اني انا موسوطة اي حاجة ما بتاخدش مني وقت بتعمل بصورة وبتديني ننتجة هايلة ببقى راضي عنها قوي اتعليمي دايما وانت بتعملي اي معجونيات او اي شي وانت واقفة يبقى معاك كراسة وقلم بتدوني فيها كل حاجة بتعمليها مثلا لو بتهجني وبتنزلي اللبن بتاعك وجتي مرة تعملي حاجة واخدت مثلا كوباية لبن لازم تكتبي ده يبقى عندك ملحوظات كده دي الحشوة تانية هنزل عليها بجوز الهند نفس السكر ودقيق هزاود جوز الهند هيدي بقى ده طعم جوز الهند يا نهارا بياد لما سكر عمل ملتش كده ساح جوه القرصة مع جوز الهند ده عمل طعم خرافة لا يمكن تتغيري الريحة ريحة جوز الهند وانت بتفتحي كده هايلة الحشوة الثالثة بقى بلح حبيبتي بقى انا بحب البلح جدا يعني البلح ده بطر رئيسي عندنا في بيتنا يوميا تبارك الله هنزل بقى بالبلح بتاعي واحطي كمية اللي تنسبني انتو كمان براحتكو مهم جدا اوي انك تدي انت او زوجك او ولادك انهم ما ياخدوا حتى ولا بلحة يوميا عشان تبقي عارفة انتو عارفين البلح ده تبارك الله عندنا سيف شطة سبحان الله جاي من كل البلاد منين ما تروحي تلاقي سوبر ماركت اذا كان عربي او الهول عندنا امريكي تلاقي البلح لازم البلح ده يعني من لانه مهم وغني جدا ببيتامينات حاجاتك تشير يعني ده خلقة واحدة ما تكفيش انك تحكي عن الخصائص الموجودة فيه هنا بقى هدهن الوش انا عندي السيرب بتاعي هنزل بمعلقتين وهجيب مية دافية الناس اللي تحبي متعملش كده براحتها الناس يتحب بتحطي مية عادي عايزة تدهن الوش من فوق بيض براحتها انا بحبي كده نزلت بمية دافية على السيرب عشان افوكه من بعد اسياحه وكمان لو انا حطيته كده اول ما هدخله الفرن وهيسخن هيعمل بخار وهيتحارق ومش هيستوي دوبت السيرب مع المية وبعدين هدهن الوش بتاعه وده السمسم بتاعه انا لسه جايباه فراش يعني لاني القديم خلص عملتي معك وتحينه كتير في ناس طلب 8 حلوة تحينية ان شاء الله ان شاء الله حاول اجتهد واحاول اعملها يعني قريبا حيا انا كنت يعني كنت شاريع يلبس غنانة قوي كده بتاعي التحينه من رمضان اللي فات لسه فيها لفت اوفر يعني ما خلصتش فيش حدي يعني بيأكل الحاجات دي غيري او زوجي سعاد يعني فلما بجيب الحاجة بتفضل عندي كده لحد يعني اما حد يفتكرها دهن تلوش هادهن بقى هنزل بسيط بالسمسم بتاعي هو ما ينفعش تحط حاجة غير السمسم عشان تبقي عارفة لهن هي اساسا قرص السكر بالسمسم يعني انا فاكرة ده من وانا صغيرة وفاكرة طعمها بقى حكاية يا جماعة والله تبارك الله شايفين شكلها حلو قوي ده اللي هو اسمه ايه اللي هو البلح انا حبيت اعمل كده يعني اسمه بسكينة كده من فوق ده شكل كده حبيت يعني اول اشوف لو هعمل شكلين هيبقى شكلها ايه دايما بحيب اعمل كده تستات للحاجات اللي انا بعملها بصوا دخلت الفرن وخرجت خاطيرة خاطيرة حقيه تبارك الله يام انا بعد ما طلعت من الفرن بقى الحقيقة انشغلت عنها وسبتها يعني انا مقدمتهاش ليكو على طول يعني اولادي شغلوني وبعدين روحت سايبها كده حطيت الفوت عليها وسبتها وبعدين رجعت تاني ليكو عشان احطها وقدمها معاكو وعملت القهوة بقى يا نهار ربياد على حصل تبارك الله مش قادر اقول لكو الطعم ما حصلش بتفكرني باخر مرة كالتي بيها الهو ده يعني ما شاء الله تبارك الله يعني الحمد لله رب العالمين عايزة انا يعني متأكدة ان الحاجة دي رزق من ربنا انك تقدر تعملي حاجة وتطلع مزبوطة معاكو رزق من عندي ربنا خفيفة جدا وتضغطي عليها كده ايدك تدخل وتخرج معاك شايفة عاملة ازاي روعة دي كانت بالسكر بتهيالي اول واحدة خطيرة يا جماعة تبارك الله يا نهار ربياد مش عارف اقولكم ايه لازم فعلا تجربوها لازم تجربوها بالبلح جبارة مش قادر اقولكو يعني ايه جبارة والله انا مش عارفة ايه الطعام هايل انا كنت فاكرة انا واحدة اللي هاخدها هستنى عليها وميبي يعني جوز ياخد واحدة لقيت ولادي هم كمان داخلين بيقولولي ايه دا يا ماما فاكرينوا ان دوناتس بيسألوني دا دوناتس وكل واحد فرحاني ان دا دوناتس وفي منهم العمل تست عليها وعجبهم دا جوز الهين دي بقى بتهيالي التالت اه اطعمة كله حلو نعمة جدا وما تفتحيها تلاقيها طبقات كده بتفك من بعد حي من جوه من بره خطيرة تبارك الله ما شاء الله ولا قوة تقلة بالله الوصفة اللي هدها لكم مظبوطة بالملي الحمد لله خطيرة 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 هنزل بقى بالقهوة بقى يا السلام يا سلام وزبط بقى هنا بقى هحفظها هجلها عندي بحاجة كده تكون مقفولة عشان حافظ عليها وتبدل زي ما هي فريش دي كان الطريقتي اتمنى تعجبكم وتشجعوني بلايك ما تنسوش لايك يا جماعة تشجيعا منكم لي ولو اول مرة بتزوروا القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك وتفعلوا الجرس لشان اي جديد من الفيديوهات لما عملها هيوصل لكم انجو يا جماعة كان معاكم علي من يورك خطيرة 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 مش عارف اقول ايه تاني يظهر انكو لازم تجربوها ومش غالية خالص بيعلي التكاليف كل محتاجاي كل عندك ديو شوية سمسم هتعملي احسن قرس بالسكر وتقفلي عليها بالشكل اللي انا عملته هتبدل معاك فريش الفترة طويلة جدا ولو عايزة تبقى لو عملت كميات خدي كمية كبيرة وحفظيها في جيس مقفول وحطيها في الفريزر وبعد كده لو هتكليها في الصباح طلعيها من بالليل برة ما بتتقصرش باي شيء انجويا جماعة